سلام عليكم حابب أشكر كل الناس اللي دعمتني ولسه بتدعمني عامتاً انت كده بعد السلسلة دي بتاعت الفيلا انت كده قفلت الجزء الخارجي بتاع المودلينج لسه في عندك حاجات تانية هقفلها معك ابتداء من الداخلي الجداول المساحات الورك شيرينج دي كلها قدام هكلمك فيها لكن انت كده قفلت أهم الجزء المودلينج بالأساسيات بتاعتك في نقطة عايزة أقولك عليها لازم تفتكر لهولهولك من حيث ان اسلوب التعلم بتاعك هو اللي بيحدد انت بتستفيد ولا لا لان بشوف ناس تقولك ان اليوتيوب دوت حاجة ببلاش ملوش لازمة وفي ناس تقولك لازم أخد كورس مدفوعة وفي ناس تقولك لازم أعود مع المحاضر نفسه سواء يوتيوب أبو بلاش زي حالاتي أو كورس مدفوعة أونلاين أو كورس مدفوعة عن طريق واحد معك دا أو دا أو دا اسلوب الاستفادة بتاعتك هو اللي بيحدد يعني أنا عرف ناس شخصيا مهما انت يديلوا فيديوهات من هنا للسنة الجاية مش هيستفيد هو لازم حد يقعد معاه زي المدرسة يقوله لازم تعمل كده قدامي لو غلط يديلوا المعلومة السليمة يديلوا تاسك أو هوموك في ناس كده يعني هو اسلوب التعلم بتاعه ما بيستفدش من الفيديو وفي ناس بالنسبة لها لأ أنا عايز الفيديو يكون عندي على الجهاز أعمل زي الفيديو أي حتة أقف فيها أرجع للفيديو من أول فاسلوب التعلم هو اللي بيحدد مش معنى كده إن دا كويس أو دا وحش والفيصل في الكلم دا كله الممارسة تاني أهم شيء الممارسة اتعلمت من هنا أو من هنا أو من هنا ومش بتمارس هتنسى مش هتستفيد لما تخلص الفيديو هتروح لمشروع تاني زي مسجد أو مشروع سكني أو مجمع تجاري هتلاقي في حاجات مختلفة بس أنت فهمت الأسيات؟ يعني هنا السلم مثلا كان سلم صغير هناك هتلاقي فيه سلالم كتير فكل حاجة أو كل المشروع ليه خواصه وأول ما بتغلط اتعلم مش معنى إنك هتروح تعمل مشروع تاني فيه حاجة مش فهمها أو مش عارفها وغلطت يبقى أنت كده خلاص مش فهم البرنامج لا إنت مع الممارسة هتستفيد تعمل مشروع التاني التالت هتلاقي الموضوع بقى عندك خلاص محفوظ بالنسبة لك فعشان كده لو أنت متذكر في الحلقات دي كنت دايما أقول لك تطبق بإيدك حتى لو الحاجة سهلة حاجة سخيفة أو اعملها بإيدك الممارسة أهم شيء أيا كان اسلوب التعلم بتاعك فدي بس الملاحظات اللي حابت أقول لك وشكرا لأي حد دعمني وبيدعمني وللناس اللي وصلت القناة لأول ألف سبسكرايبر شكرا جزيلا ليكم تاني وبالنسبة للناس اللي هي مش قادرة تستفيد بشكل كبير من الفيديوهات وعايز أن أنا أكون معها بشكل خاص مش مشكلة أنا ممكن أدي لك وصدها أيا كان إمكانياته حتى لو ما عندوش إمكانيات هساعده برضو فده اللي حابت أقوله لك بالتوفيق دائما لكم